نرجعنا لكم تاني مشاهدين نايل لايف وانضم الينا كمزعين طبعا زملتي سارة سباح الفل سباح نور سباح الخير صدري سارة طبعا دلوقتي المشاهدين وصلنا لفقرة مهمة جدا جدا عايزين نقول انه طبعا كلنا متابعين الدعاية الانتخابية القادمة للبرلمان القادم بكل شراسة ده متوقع وطبيعي طبعا لكن اللي كان لافت للنظر وصادم في نفس الوقت هو دعاية احد الاحزاب السلفية لمرشحة من مرشحاته لكن المفاجأة كانت هنا انه الصورة اللي كانت موجودة مكان السيدة او النائبة اللي هتكون مرشحة في البرلمان كانت صورة وردة او ظهرة او نبات يعني حاجة من الحاجات التلاتة لحية كانت التعليقات على تويتر وعلى الفيسبوك كانت مضحكة جدا ولكن يعني شر ما عايزين نقول انه شر البالية ما يضحك يعني لكن النهاردة هنعرف كل التفاصيل وده هيخلينا كمان نفتح موضوع وضع المرأة جوه البرلمان او مجلس البرلمان وضعها دلوقتي ده كله هنقشه مع الكاتبة الصحفية فريدة انقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي صباح خير يا فندس صباح النهور كل سنة وانتو طيبين اهلا بيك ازاك يا سيد فريدة اهلا وسهلا حضرتك منورانا ومشرفانا ربنا يتشبقيك وحتنورينا اكتر واكتر باقولنا ان شاء الله اهلا وسهلا سيد فريدة خلينا نقول مع مشاهدي نايل لايف ان احنا مبدعيا كده في نايل لايف ونهارك سعيد بنحترم كل الفصائل والاحزاب اللي موجودة على الساحة ونحترم كل الناس اللي المفروض ان هي بتقدم لانتخابات مجلس الشعب ولكن من حقنا كمصريين ان احنا نتناقش مع بعض بعض المظاهر او بعض الاراء اللي ممكن ان احنا نختلف او نتفق ايا كان ما بيننا وبين بعض لكن كل الاحترام للسلفيين وكلنا بنحترم السلف الصالح بكل واقعية ان احنا نحترم الناس استاذة فريدة بعد اذن سياتك ازاي ممكن اخش الاقي مرشحة في مجلس الشعب لابسة طبعا النقاب ومعرفش هي فعلا المرشحة اللي موجودة ولا لا احنا ولا مش هي ما هي دي التناقضات اللي حصلة لا يعني خصوصا ان البرلمان هو بمفروض ان هو يتم فيه اعلى درجة من الاجراءات الاحتياطية والامنية القوية جدا وشديدة مش بس الامن انا الحقيقة مش فهمة هي هتتعامل مع الناخبين ازاي يعني الست الاولا ما حدش يعرف زي ما انتي قلت اذا كانت هي دي ولا مش هي مش ممكن الانساء المرشح يتعامل مع جمهوره بصوته بس لانه الاصوات ممكن ان تتشابه دي حاجة المشكلة في هذه القضية هي انه فيه توجيه هانة فاضيعة للنساء المصريات جميعا وانا مندهشة ازاي النساء يقبلنا على انفسهن ان يلعبنا هذه الادوار اللي هم مرشحات الحزب السلفي اللي قبلوا انه بدل ما تتحط سوريتها تتحط وردة وعلى رأي احد المعلقين لاول مرة نعرف ان الزهور والنباتات بترشح نفسها فهي هانة لانه معنى كده انه على المرأة انت اختفي طب انت اذا كنت انت فكريا رأيك ان على المرأة انت اختفي ازاي قبلتي هي انا اوجه هذا السؤال للمرشحات كيف قبلنا ان هم يبقوا محتوطين في هذا الواضح حركة تحرير المرأة المصرية بقالها قرنين منذ نهاية القرن الثامن عشر عندما دخلت الحملة الفرنسية الى مصر كان هناك حراك صحيح بطيء لكنه تطور فيما بعد في القرن التسعتاشر في الثورة العربية ثم في القرن العشرين في ثورة التسعتاشر حين خلعت النساء الحجاب في ثورة التسعتاشر بعد ان واجهنا الانجليز وسقطنا الشاهدات كل هذا التراث يجري مسحه بهذا السلوك الذي ترتضيه النساء انا كل ما يزعجني في هذا الموضوع ان النساء انفسهن يرتضين هذا الوضع كان لابد من يبقى فيه حركة احتجاج داخل الحزب السلفي على هذا السلوك الحاجة التانية انه تناقض يعني الموقف ده ان حزب رأيه ان المرأة لابد ان تختفي وانها ما يبقاش لها دور وانها ما كانها خلف الحجاب او خلف النقاب او وسورتها ما تطلعش المفروض ما يرشحاش في حاجة كمان استاذ فريدة يمكن كان فيه تصريح للمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي اللي هو استاذ نادر بكر قال انه المرأة هتنزل الدايرة الانتخابية بتاعتها ولكن عشان تتعرف على مشاكل المرأة فقط دون الرجال او التعامل مع المرأة فقط دون الرجال ما هي دي فكرة رجعية وبالغة التخلف لان احنا بعد كل هذا التاريخ الطويل من حركة النضال الوطني كله مش بس نضال النساء نقرر ان احنا نعمل مجتمع للنساء ومجتمع للرجال مجتمع منفصل عن بعضه وفي عمق هذه الفكرة فكرة جنسية قبيعة جدا يعني هما لو فكروا بشكل عقلاني هيكتشفوا ان هما عندهم نوع من الهوس اللي يخلي المرأة لازم تبعد عن الرجال والنساء يبعدوا عن الرجال ضد الواقع هذا ضد الواقع النساء بيعملنا في كل المجالات في المصانع الفلاحات في الحقول منذ ألاف السنين الموظفات في المكاتب منذ عشرات السنين فيستحيل ان احنا نعود بالمجتمع إلى الخلف بهذه الفكرة السيئة التي تختازل المرأة في جسدها تعتبر المرأة مجرد جسد وانه هذا الجسد عورة لابد من اخفاءها وابعدها عن الرجال وافتراض ان الرجال كلهم ذئاب وطول الوقت هم في حالة سيئة في حالة افتتان بجسد المرأة ولذلك لابد من اخفاء هذه أفكار بشعة بصراحة انت متوقع انه بعد ما يحصل الانتخابات كده يبقى عدد النساء اللي في البرلمان قد ايه اه دي انا بعد اذنك يعني اللي هي بسأل السؤال ده لانه المسؤول الاعلامي برضو في الحزب السلفي قال انه احنا اضطرينا يعني هما حطوا الجزء الخاص او المرشحة اللي هي المرأة دي في اخر القائمة خالص بما معناه يعني احنا اضطرينا نحط بقى المرأة يعني عشان ايه في الاخر القائمة عشان ما يقولوش علينا ان احنا اه يعني بقونها مش هتنجح فعشان كده احنا حطواها في الاخر القائمة بكل الاحزاب على فكرة فهل حضرتك متوقع يعني انه انه هيبقى في مرأة اساسا في المرأة اه انا الحقيقة مش متفقلة خالص واتوقع ان لا يكون عدد النساء في في مجلس الشعب بتاع 2011 هو نفس العدد الذي كان موجودا في 2005 لان 2010 كان دخلت الكوتا وارتفعت النسبة كان 64 تقريبا كان 64 في 2011 في 2010 دلوقتي نظام الكوتا ألغي وهو احد اشكال برضو التراجع عن بعض الحقوق التي كانت قد كسبتها النساء انه اللي حصل انه بعد الثورة رغم ان النساء شاركنا على نطق واسع واستشهدنا في اعمال الثورة بيجري الانتقاص من حقوقهن وتهميش النساء واستبعاد يعني لماذا ألغيت الحصة الكوتا ألغيت الكوتا لانه في نظرة للمرأة ان هي مكانها هي على قدها كده هي تفضل على قدها كده يعني 2% في مجلس الشعب أدنى نسبة في البلدان العربية كلها طبعا اللي فيها انتخابات في تونس المجلس التشريعي اللي انتخب أخيرا فيه 50% منه نساء يعني وده بتخطيط بفكرة الكوتا انه رجل امرأة رجل امرأة في القيمة ف احنا بنتراجع مع انه حركة تحرير المرأة في مصر هي الرائدة في المنطقة كلها منذ زمن طويل جدا في ثورة العربية وثورة 19 و 52 و 46 و 40 وصولا الى ثورة 25 فتحرير قلتيها على مراحل دلوقتي يمكن شرحتها لنا على مراحل دور المرأة السياسي او دورها في المجتمع السياسي على مراحل زي ما حدق شرحت دلوقتي لكن دورها في المجتمع السياسي قبل الثورة على طول كان شكله عامل ازاي ومتوقع ان شاء الله الفترة الجاية هيكون شكله عامل ازاي هو بصفة عامة وضع المرأة في مصر لا يتناسب مع الادوار التي تلعبها في حياة المجتمع المصر طبعا يعني هي بتلعب ادوار متعددة جدا الان المرأة العاملة بتشتغل ثلاث شغلات بتشتغل بتشتغل في البيت لانه لسه المجتمع مش متقبل فكرة انه الراجل يساعدها وبتشتغل مدرسة لانه الدروس الخصوصية بتلتهم زانية الاسرة وبتشتغل في شغلها يعني الفلاحة بتشتغل عشرين ساعة في اليوم والعاملة في المصنع يعني فيه فيه انتاج النساء احصائية حقيقية اجريت منذ سنوات على الناتج القومي الاجمالي تبين انه 32% من الناتج القومي في المدينة تصنعه النساء بكل حدركة بتريدها لم يتم الانتباه للمرأة الفترة اللي جاي لانت توقعي الحقيقة انه حصل تراجع بعد 25 ينار الحكم الجديد سواء المجلس العسكري او الحكومة لم يلتفت اطلاقا لقضية المرأة يعني مثلا اعادوا تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان وتجهلوا تماما المجلس القومي للمرأة مع ان دي كلها مجالس قومية متخصصة كانت بتشتغل في قضايا نوعية بدل ما كان عندنا اربع او تلات وزيرات اختزلوا لوزيرة واحدة لجنة تعديل الدستور لجنة اللجنة اللي تشكلت في الاول خالص في مارس لم تضم امرأة واحدة رغم ان عيشة راتب من سنة واحد وخمسين كانت مرشحة لتبقى قاضية هقيلة لها حين ذاك ففيش اي موانع لا تشرعية ولا قانونية ولا في الشريعة لكن الملأمة بس الاجتماعية يبدو ان الملأمة الاجتماعية لغاية دلوقتي لسه مش مؤهلة يعني ففيه فيه اجحاف شديد بحقوق المرأة في المرحلة الاخيرة طيب الحل الحل نحن نشتغل كلنا كلنا نشتغل مش بس الحركة النسائية فيه حركة النسائية في مصر قوية جدا ولكن هذا لا يكفي ان النساء هم هن يكافحنا وانما كل الحركة الديمقراطية الاحزاب على سبيل المثال الاحزاب ايضا مش مرشح النساء في اخر القوائم احزاب الديمقراطية اللي بتقول انها مع المساواة ومع الكرامة الانسانية ومع شعرات الثورة حتى النساء في اخر القوائم ما يمكن عشان يحاولوا ان هما يعني داخلين على مرحلة فيها يعني شوية تنافس شديد وفيها اقترصاد لكل حزب للتاني يعني 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 فممكن يكون بهذا السبب انهو حطين الرجالة اللي هما يمكن يكونوا اقوى يعني اقوى احنا عشان كده في حزب التجمع كنا مقترحين اقتراح بسيط جدا وكان هيحل هذه المشكلة لان احنا وضعنا كده الحقيقة لازم نخجل منه بالنسبة الوضع النساء في مصر العالم فيه 15 رئيسة جمهورية فقلنا القائمة الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة وتضم القائمة 30% على الاقل لكل من النساء والرجال في هذه الحالة سوف نضمن وجود 30% في مجلس الشعب وهذا حد اقل من وجود المرأة في الحياة الاجتماعية يعني المرأة موجودة في كل مجالات الحياة مش هنقعد ندلل على 40% من عضوية اساس الجامعة النساء 20% من قوة العمل في مصر قوة نسائية ده غير الهامشيات اللي احنا اللي مش متسجلين اللي بيشتغلوا 20 ساعة في اليوم فالوضع السياسي للنساء أدنى بشكل يسير الخجل من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اللي بيشتغلوا